بعرف أن السلفيين ليس كثير في استلطاف بينهم وبين الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية يعني شفتك اختيار غزة اختيار اسماعيل هنية اختيار محمد مرسي يعني وكأنه وكأن يا أنت شارد عن الخط وفاتح خطوط جانبية أنا إسلامي يدعوني أن أفضل من كان داعية إلى الإسلام وكان رئيس مصر وكان يحفظ قرآن رجل اليوم نعرف أن المملكة العربية السعودية هي رأس حربة في مواجهة الأخوان المسلمين وأنت اليوم تقول مرجعيتي السعودية وتختار كل جماعة الأخوان أنا من الذين يدعون إلى وحدة الصف الإسلامي بقيادة السعودية وأن تحور السعودية الأخوان المسلمين وأن تحور السعودية قطر وأن تحور السعودية كل العالم الإسلامي وأن تضم كل الفئات الإسلامية تحت جناحها وبقيادتها أنت لا تكفر الأخوان أنا بالنسبة لألك مش كافر أنت تشهد أن محمد رسول الله أنا مسيحي أنا بالنسبة لألك كافر أنا بالنسبة لي الذي يؤمن أن محمد رسول الله مسلم ومؤمن أنا مسيحي أنا مسيحي أنا بالنسبة لأك كافر أنا بالنسبة لألي أنا على ديني أنا شو بدك أنا شو بشوف بدينك أنا حاسبني على ديني أنا على ديني أنا كافر بالنسبة لأك إذا كنت تعتقد أن عيسى هو الله أو ابن الله هذا ليس بإيمان مقبول عندنا شو بكون؟ تكون لست في دائرة الإيمان خلصي لأنه نحن نعتقد أن المسيح رسول الله وليس إلها هذه نقطة خلال أنتم تعتقدون أولهيته يعني ولكن نحن لا نشارككم في هذا النسبة عفوا ألا يوجد في القرآن الكريم ما يقول أن الله حفق فيه روح إلهية؟ لا حتى أنا الذي أقول عن عيسى بأنه رسول الله وأنه كلمة منه أنه روح الله هذا موجود كله روح الله؟ نعم لكن الذي لا يؤمن بعقيدتكم منا نحن المسلمين يعني لا يقول بأن المسيح هو الله وسيل السليسة ومال في رأيكم نحن نحن أيضا كفار حسب عقيدتكم لا 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 لأنني أنا لا أقول ما تقولون أبدا أنا أعتقد أنه أنا من كلمين عدينه الله يعينه أي في القرآن لكم دينكم وليا الدين صح لكم دينكم وليا الدين لكن أهذا ما كنت موافقا على عقيدتك كما تريدها أنت فأنا في نظري في نظري كأنت لست على دينك لست على ديني ولكن لست كافرة وأنت أيضا إذا ما شركتني إيماني لست على ديني لست على دينك ولكن لست كافرة خط شوف حين تكون على ديني وتكون على دينك الذي يزعم أن المسيح هو الله أو ابن الله هذا عندنا كفار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر